ضمن الملفات التي يقدمها قسم التحرير بالتليفزيون الوطني حول الحصيل النهائية للعام الحالي 2017 في مختلف المجالات فقد تناولت اليوم الزميل عيشة أحمد دوغي في ورقتها التالية القطاع الصحي نتابع لا ينضو القطاع الصحي تحت مسميات المجالات الحيوية وحدها لأنه يمثل جسر العبور والتوصل إلى العيش والتمتع بحالة صحية سليمة خالية من الوعكات الصحية والتعرج إلى تبيعاتها وأن هكومات الدول والمنظمات لم تقف مكتوفة الأيدي وإنما كانت تعمل كل عام للرقيب هذا القطاع وتحسين أوضائه والتطلع إلى ما هو أفضل حتى ينأم المواطن بصحة جيدة وأن عام 2017 لا يقل شعنا أن سابقه من الأعوام فوزارة الصحة العامة تعد البنية الأولى التي تقود إلى تحقيق الرؤية السديدة التي تسعى إليها السلطات العليا بالبلاد نظرا لما تلأبه من دور حيوي في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير البيئة الصحية السليمة وذلك بفضل الاحتمام الشخصي لرئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو وهرصه على الإشراف بنفسه للاجتماع الشهري للصحة وفي معيته جهود سيدة البلاد الأولى واللزانيس آيان دائما إلى تحسين الظروف الصحية للسكان وتخفيض نسبة وفيات الأمهات والأطفال أثناء فترة الولادة والحد من خطورة الصحة الإنجابية والتخلص من الأمراض الخطيرة والوبائية كالميراريا ومحاربة فيروس شرال الأطفال والحد من مرض الناصور والأمراض المعدية كالأجز وغيرها ذلك عن طريق تكسيف وشن الحملات التوعوية بمختلف أقاليم البلاد وإقامة العديد من الدورات والسمينارات ذات الصلة سواء كانت وطنية أو إقليمية التي ترمي إلى الحد من انتشارها ولكي تتمكن المؤسسات الصحية من أداء واجبها على الوجه المطلوب فقد شرعت حكومة البلاد بإنشاء الأديد من المستشفيات والمراكز الصحية في كل أقاليم البلاد كما عملت على تدريب وتأهيل الأطباء والخريجين الجدد في المجال الصحي وكذا توقيع الاتفاقيات وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات مع الدول الجوار لمكافحة الأمراض المتنقلة وتوفير المعدات والأجهزة الطبية الحديثة واللازمة وكل ذلك يعد مؤشرا إيجابيا لتسيير العمل الصحي بالبلاد كما أن هناك موطئ قدم متميز للمنظمات الدولية والعالمية المتواجدة بالبلاد كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتهدة للطفولة اليونسيف في مشاركتهم الفاعلة والدور المحوري الذي تقوم به في تمويل بعض المشاريع الصحية وكذا وقوفها الدائمة اللاجئين المتواجدين في الآصمة وعلى الشريط الهدودي بما في ذلك منظمة الصليب الأحمر التي تقف بجانب وزارة الصحة العامة عند حالات الطوارئ والإسعافات الأولية للمواطنين كما أن هناك أيضا جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات تعمل في إطار الصحي وتتيح لجميع فئات المجتمع الخدمات الصحية دون التعرض لدائقة مالية جراء سداد أجور الأمليات الجراهية وخير دليل على ذلك ما تقوم به مؤسسة القلب الكبير في تكفل وتحمل نفخات إجراءات العمليات الجراهية البسيطة والخطيرة منها بمساعدة أطباء مختصين في مجال الأمراض الدقيقة عن طريق تنسيقها مع القوافل الطبية القادمة من السودان ومصر وتركيا ودولة الكويت وخيرها كل هذه المجهودات من قبل السلطات العليا ترمي إلى الرفاحية الصحية للسكان وتؤكد نوايا الحقيقية لرئيس الجمهورية الذي جعل الصحة من ضمن القطاعات الزئة الأولوية هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة للقناة اشتركوا في القناة